ان شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه منشرحه وحل كتاب جيم للصف الثالث الاعدادي هناخد النهاردة الجزء الثاني من الوحدة التامنا هنقرأ كل الكلمات ونقول معانيها ونشرح الجرامر بكل تفاصيله ونحل عليهم اسئلة وكمان هنقول السبب بتاع الحل وكمان هقولكم على اسهل طريقة لحل سؤال المحادثة والبراكراف اللي بيسبب لكم مشاكل كل ده وأكتر معانا النهاردة خليكم معانا بعض الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين لو ديت اول مرة لك معانا ونورتنا في القناة ما تنساش نعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك للفيديوهات القادمة ان شاء الله ولو ما كنت شفت الفيديوهات اللي فاتر من شرح كتاب جيم او حتى كتاب المعاصر هسيب لك رابط قائمة تشغيل شرح منها جزء صف الثالث الاعدادي في اعلى الشاشة انا باتكلم او هسيبها لك في الوصف اسفل الفيديو او هثبتها لك في الكومنس في التعليقات اسفل الفيديو نبدأ معا مع اهم الكلمات في لسونس 3 and 4 اول حاجة سوف او هثبتها 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 ممكن برضو انطها species واللي تنصح White rhino White rhino Problems Problems ديفليسهم فور طبعا هل ديفليسهم فور منها ويلها Carriages Carriages Cruel Lucky Owner Owner Problems Stable Terrible Terrible Treat Treat بعد كده الكلمات الاضافية Ionesco World Heritage Site Ionesco World Heritage Site Builder Builder Crocodiles Crocodiles Design Design Emperor Fire Fire عمد العلمين Greek Greek Including 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 India India Ingredients Ingredients Jordan Jordan Lighthouse Lighthouse نكمل الآن بكلمات Pantheon طبعا دا يسمي معبد Pantheon Pipe Pipe Project Project Result Result Scientists 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 Southwest Statue 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 C وَادي الحيتان وَادي الحيتان وَادي الحيتان Wale بعد كده Lesson 4 Badly Badly Better Life Better Life Tired Tired Worm Worm Wither Wither Wendy Wendy ناخد بعد كده أول حاجة طبعا كلمة طبعا المرادة فتاحها old وعكسها modern popular طبعا بتساوي famous وعكسها unpopular أو uncommon remote اللي أبعيد طبعا بتساوي far وعكسهم near amazing طبعا بتساوي fantastic أو wonderful وعكسهم terrible أو very bad hard طبعا بتساوي difficult عكسها easy surprised طبعا بتساوي amazed وعكسهم unsurprised cruel طبعا بتساوي harsh وطبعا عكسها kind warm طبعا بتساوي quite hot أو sunny وعكسهم طبعا cool نجي بعد كده ناخد الصوفيكس اللاحقة والبادئة اللاحقة دي يعني حرف بتيجي فخر الكلمة أو حرفين أو ثلاثة والبريفكس بتيجي فول الكلمة ممكن تغير معناها أو تحولها مثلا من صفة الاسم وهكذا build طبعا يبني طبعا لما حطلها يقارف الاخر بقت builder عامل بناء pollute يولوت لما حطلها i-o-n بقت pollution تلوث preserve يا أحفظ لما حطلها d بقت preserveed محفوظ listen for كلمة bad لما ضلطها y بقت badly بشكل سيء differ لما حطلها e-n-t بقت different مختلف كمان هنا d-i-s لما حطلها كلمة cover بقت discover ما كانت يغطي بقت يكتشف i-n-t-e-r لما حطلها كلمة national اللي هي قومي أصبحت international دولي un لما حطلها happy سعيد أصبحت unhappy un لما حطلها kind اللي هي طيب أصبحت unkind نجيب على كلمة definitions طبعا عشان عندنا فيه سؤال في choose في الاختيارات على definitions أول حاجة depression منخفض طبعا ممكن يكون معناها اكتئاب بس هنا طبعا بيكلم على كلمة منخفض the land that is below the area around it يعني منطقة طبعا منخفضة عن المنطق اللي حواليها إذن ده منخفض fossil حفرية the remains of animals or plants that lived in the past بقايا الحيوانات أو النباتات اللي بتعيش كي أو اللي كانت بتعيش في الماضي length الطول how long the something is يعني كم طول الشيء reserved محفوظة kept safe from being damaged بحافظة على الشيء نوعية يتضمر remote بعيدة طبعا very far from somewhere بعيدة جدا عن مكانه ما species أو species ولي بننصح a group of animals مجموعة من الحيوانات or plants أو نباتات of the same kind من نفس النوم بعد كده في lesson 4 carriage طبعا ديها something that people travel in حاجة الناس بيسافروا بيها that is pulled by a horse بيقول راه حصان owner مالك أو صاحب الشيء the owner of an animal is the person who has bought it مالك الحيوانات أو الشخص هو الشخص طبعا اللي طبعا ايه بيشتريها stable stable a building where a horse sleeps ما كان طبعا بينام في الخيوط الولد stable treat يعامل if you treat someone well you are nice لو عملت واحد كويس يبقى انت ايه تطيف وظرف معا تمام تعبرت له هوية ازاي كلمة carry out a study يعني ينفذ دراسة معينة طب حرفه جرب a round يعني حوالي found the buy وجده بواسطة find out يكتشف belong to تخص اهم حاجة عندنا اعرف حرفه جرب يجمع الفعل هون بمعنى معين good for مفيد لي bad for ضر به لو قلت good at بقت جيد فيه وبدأت سيء فيه غير ما اقول مفيد وضار in مسافة danger فيه خطر on land على اليابسة with the help of بمساعدة طف listen for كلمة kind تمام هنا طبعا هنا unkind to أو kind to يعني طيب لي أو غير طيب يعني هنا كلمة kind وunkan بيجمعون to bold by مسحوبة بواسطة stay out يبقى خارجا wait for ينتظر من اجل تصرفات الافعال بقى بول هنا طبعا اول حاجة burn burn it burn it find found found take away took away taken away drive up drove up driving up put 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 طبعا التلاتة زي بعض نيجي بقى كده الملحوزات اللغوية اول حاجة الفرق بين discover و invent طبعا خلاصة الكلام discover بيكتشف شيء كان موجود بالفعل لكنه ما كانش الناس عارفين لكن invent بيخترع شيء لم يكن موجود من قبل خلاصة الكلام تمام they discovered 52 new species of plants and animals in borneo اكتشفوا 52 فصيل من النباتات ولا حيونات كانوا موجودون في بورنيو و الناس اصلا ما كانش عارفونهم حاجة تمام who invented the telephone مين اللي اخترع التلفون ما كانش في حاجة اسمها التلفون اصلا فمين اللي اخترعوا تمام use for طبعا بيقع راه الverb plus energy او اسم على طول مغرر energy تمام لم يقول لك ايه wheat is used for making a cake يعني القمح يستخدم لصنع الكيكة هنا بيقول لي في النقطة الثالثة الصفة او ممكن اجيب زائد الاسم لما اقول يعني الحفريات دي طولها واحد وعشرين متر تمام بحبر عن الاطول والارتفاعة يعني لكن ممكن اقول لها بطرقة تانية يبقى يما اقول الصفة بس يعني ما اجيب والاسم من الصفة دي تمام زي كلمة مسلا wide ممكن تكتبها هنا وروح ايه تمام كده يعني ايه في العرض ممكن نقول deep في العمق وروح ايه يعني في العمق المنفس المعنى برض تمام نجي بعد كده بقى نحل ايه السئلة على ايه على جزء الخاص ودايما نقولها على طول عشان الناس مش متابعين يعرفوا الكلام ده لما اجي حل حاجة مع المصدر بوقف الجزء القدامي على الشاشة وحلوا الواحد الاول تمام وبقى كده شغل الشاشة تاني او شغل الفيديو تاني عشان اعرف الحل بتاعي صحة ولا غلط وكمان اعرف السبب بتاع الحل تمام نبدأ مع اول حاجة طبعا هنا عشان احلوا السؤال بتاعكم لديه ده زي ما اتفقنا قبل كده الناس المتابعين نعرفين الكلام ده بقرأ الكلمات الاول اللي في المربع لانه دول ست كلمات وعندي اربع فراغات فبالتالي هيبقى عندي اتنين زيادة تمام يبقى لازم نركز وعرف المعاني اسبيشيز زي ما قلنا اصناف هاف او هاز معناهم يمتلك لينث اللي هو الطول لونج يعني طويل اذا لينث ديات اسم ولونج ديات صفة اكتفواها كده ساينتيستس علماء نشوف كده طبعا عشان برضو تحل لازم انتوقع في فيديو زي ما قلت اقرأ القطعة مرة واثنين وثلاثة لما تفهم كل حاجة فيها يبقى كده حط كل 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 كلمة في المكان اللي هي المناسب بيها تمام اول حاجة بولي هنا نقط منصورة نقط فاوند اوت افوسل اف نيو نقط اف منصورة ان داخلة تمام كده اللي هي واحدة الداخلة طبعا من من المنصورة في جامعة المنصورة اللي زي بقولك هيكتشف الحفريات لأكيد طبعا يبقى اول واحد هتبقى ايه تمام هكتلك عوضة نمبر ايه نمبر هنا نمبر ون تمام يبقى طبعا هنا مش ريز بيش ريز هنا انا اقصد ايه انا اقصد ساين تستس فين اه الاخرانية تمام يبقى دي ايه ساين تستس ديت نمبر ون تمام بعد كده نقط اكتشفهم طبعا هنا دي التصريف تالي فانا ممكن اجيب قبلها هزي هاف طب العلماء اللي في الجامعة دول جامع يبقى ايزا هتبقى هاف بيبادية نمبر تو تمام انا بحل على سين توقفت الفيديو وحلت الوحدة وكنت راجع معي دلوقتي اكتشف الفصيلة جديدة من ايه من اله من الديناسورات يبقى نيو ايه طبعا فصائل يبقى اسمها ايه تمام يبادية نمبر ثري تمام هنا بيقول لي بقى طبعا فين في واحدة الدخلة ان سنترال ايجيبت ووسط ايجيبت زاك ليف ايتي مليون يارزا جو بتعيش من تمانيين مليون سنة طبعا سموا الاكتشاف طبعا سموا الاكتشاف طبعا كان من حيوانات اكلت ليه النباتات لو ما جابش ايه كنت انت قلت لون لكن لما جاب لين قلتها من شو هتبقى ايه لنث تمام طبعا هنا ايه في الطول بعدك نحل ايه اسملة التشوز ممبر ون ايه طبعا المنطقة اللي طبعا منخفضة عن ايه الارض اللي حواليها يبقى منخفض يبقى لتر طبعا لتر ب تمام نمبر تو لو انت عملت ايه مع شخص معين بطريقة كويسة يبقى انت لطيف معه ايه لو انا عملته يبقى ايه نمبر ثري عكس كلمة ريموت ريموت يعني بعيد ايه قريب يعني ايه نير تمام نمبر فور the synonym of kind is synonym يعني مراطف مراطف كلمة kind هيبقى ايه طبعا هنا unkind ولا friendly ولا cruel ولا popular طبعا ايه kind يعني طيب وfriendly يعني ودود نمبر فايف or an is a place where horses leave المكان اللي الخيوب بتنام فيه ايه طبعا ال stable يبقى ايه تمام نمبر سيكس the noun can be formed from the verb ممكن الاسم ما كونه من الفعل pollute يعني كلمة بلوت دي تمعناها يلوث دي فعل اضف لها ايه عشان اخلاها اسمي يعني خلاصة الكلام طبعا اضف لها ايه عشان اخلاها بليوت يبقى بوليو شن يبقى لتر دي تمام اخر واحد مظبوط طبعا بشيل ايه وحط تي ايه تمام نمبر سيبن طبعا ايه مجدد فاتي نمبر سيبن we change the verb preserve into an adjective by adding the suffix لما حول الفعل preserve الى الصفة بضف لها ايه طبعا بضف لها زي ما انتو اخدم بالكم هلأ قول preserve it ولا preserve it ولا preserve it ولا preserve it طبعا برسرف it لتر ايه عشان اخلاها شيء محفوظ نمبر ايه a note is a group of animals plants or birds of the same kind مجموعة حيانات نباتات طيور من نفس النوع يبقى فصائل يبقى سماء species تمام نمبر نين this area is wet يعني المنطقة دي مبللة او رطبة it's not اذا هي مش ايه اذا مش جافة يبقى dry تمام نمبر تن a note is something that they will travel in that is pulled by a horse والله شيء الناس بتسافر بي او بتسافر في يتيم من سحبه بواسطة الخيول اكيد طبعا ليه العربة تقررها خيول ليه تمام نجي بقى كده الجزء الخاص طبعا تمانيات اضافية وده جزء جميل جدا بيتماز به جيم عن الكتب التاني عشان طبعا بيديلك تمانيات اضافية تقوي نفسك شوي تمام اه اول حاجة طبعا زي ما اتفاني السئلة حالة من شوية بقرأ طبعا الكلمات اللي في المربع ده اللي هما ست كلمات وطبعا القطع فيه اربعة ازم فيه اتنين زيادة بقرأ الكلمات اقول معانية واقرأ القطعة عشان افهم القطعة كويس جدا مرة واثنين وثلاثة لما اوصل للمعنى العام بتاعها بعد كده ابدأ احط كل كلمة في المكان المناسب اول حاجة في كلمات يعني دمرا فنش يونهي فنش دهانها ماضي يعني والحائط بروتيكت يحمي لونج طويل دي اتصفة لما اقول يعني دي اقول لصور السن العظيم ازم اول واحدة ايه وال تمام is an ancient wonder من عجاب الدول القديمة they not building it in 1878 يعني دي اقول لك بدأهم يبنوه ساعة 1800 او ممكن يقول لك وما فيش هنا بدأه اصلا مفروض هنا هم أنه البناء بتاعه ازم تبقى ايه في الماضي واحد يقول لي finish اقول لك دي اقول لك انه ماضي يبقى finished تم الانتهاء منه يعني they built it to not the north of the empire of China والله هم بانوه عشان يعملوه في الشمال بتاع الامبراطورية في الصين عشان طبعا يحموها يبقى ايه يبقى protect تمام نمبر ثري بعد كده بيقول لي from enemy attacks من هجوم الاعداء it is the longest wall that humans have ever built اطول صور الانسان عمله تمام it is about 21 كيلومتر طبعا بيقول لي هنا under 196 21,196 كيلومتر وراح ايلي نقط طبعا ما جابش هنا اينا عشان اقول length تمام واصلا ما فيش length اذا انا على طول هتبقى ايه تكده حالة مصدري number four lay a long تمام نجيب على كالسؤال بتاع choose number one and what is the remains of animals or plants that lived in the past ايه بقى طبعا بقايا الحيونات ونباتة تلكات عشان زمان اسمها ايه طبعا فصل لي ايه حفريات تمام number two to get the opposite of happy عشان تجيب عكس كلمة happy we add the prefix بنضف لها ايه قبلها طبعا new in تمام يبقى unhappy تمام number three the word species is similar in meaning to the word كلمة species لأصناف او انواع بتشبه في المعنى بكلمة ايه طبعا هنا كلمة kinds تمام انواع number four we can change the verb cover to give the meaning as find out by adding the prefix لو عايز يخلي كلمة cover زي كلمة find out يكتشف اضف لها في الاول ايه طبعا dis عشان تبقى discover تمام number five football is a popular sport والله كرة قدم يعني رياضة مشهورة the antonym of popular is عكس كلمة popular طبعا هنا unpopular مش موجود اذا بتساوها برضو ايه uncommon تمام number six I read an amazing story والله انا بقرأ قصة مزيلة the antonym of amazing is عكس كلمة amazing طبعا تبقى ايه هلا اقول wonderful fantastic terrible ugly طبعا ايه terrible يعني ايه يعني فضيعة number seven I want to live on a remote island I'd like to live not from people ولا عايزة عايش في منطقة بعيدة يبقى انا عايزة عايش ايه بعيدا عن الناس يبقى far from امام number eight he chose to join the company هو اختار ان هو يلطحك بالايه بالشركة ينضم بالشركة as a market researcher researcher is the person who والله عايزة ينضم بالشركة كايه كعايزولك زي باحث في الايه في العملات التسوقية مثلا researcher هنا طبعا الشخص ده بيعمل ايه research عايزولك بيكون بيقى ابحاث اذا ايه does research لان احنا خدنا بلكده do a research number nine which of the following prefixes give the opposite ايه الحروف اللي بقى دي اللي بتيجي فاول الكلمات من دي تبديد عكس الكلمة طبعا هنا ممكن نقول in ممكن نقول on اذا letter b and c تمام number ten the suffix نقطة changes an adjective into an adverb ايه بقى الحروف اللي بتيجي فاول الكلمة بتغير الصفة الى حال تمام ممكن نجيب ال y تمام طب في حاجة حاجة تانية تنفع لا اعتقد ما فيش حاجة تانية اذا هنتبقى ايه اللوات تمام نجيب على كده ناخد البوزق الخاص بال language اللوات الخاص بال grammar هنتكلم النهاردة على اللو زمن المبني المجهول تمام طيب يكلم هنا المبني المجهول في زمن ايه في زمن الماضي البسيط تمام ممكن نجيبه مع بايت او ما جيبهوش المهم احنا تكلمنا المرة اللي فاتت طبعا اللي ما شايفش الفيديو هيلاقي في الوصفة اسفل الفيديو بتاعي من ايه الفيديو اللي فات انه كلبنا عن ازاي اجيب مبني المجهول من اي زمن تمام طبعا العشان اجيب مبني المجهول لازم ابدأ الجملة بالمفعول والجملة لما بقى فيها ثلاث مكونات زي ما قلت المرة الفاتت برضو فاعل وفاعل ومفعول ابدأ بالمفعول هخ przyszها مبني المجهول تمام حتقولتلكم المفعول يبقى مجهول لو بدأ بالمفعول تبقى ما أقول تمام طيب نشوف المسال على الطولين أول مثال بيقول لي هنا بيقول لي العلماء اكتشفوا مئات الحفريات بتاعه حيثان ايه من العصر القديم سنة 1902 ليك مبني المعلوم ليه يعني مبني المعلوم لإني بدأ بالفاعل من اللي أم بالاكتشاف العلماء طب عايزة خلاها ما أقول هبدأ بالمفعول يعني ايه مفعول الذي وقع عليه فعل الفاعل طب هنا ايه اللي وقع عليه اللي اكتشاف هروح بدأ به تمام دي كلها فاعل دي كلها مفعول فهبدأ بها في الاول طب بعد كلمة مش ديها تواجدها او اكتشفها تمام يعني ماضي هخلها مبني المجول ازاي كل اللي هعمله هجيب قبلها وزاور واجيب التصرف التالت منها اذا نهي بقول ايه مئات الحفريات طبعا دي جامع اذا نتبقى ايه تمام دي التكملة زي ما هي طب نشوف عايز بقى احول جملة مبني المعلوم في الماضي البسيط تكون مثبتة الى مبني المجول مثبت في الماضي البسيط اول حاجة شايف جملة بدأ ايه فاعل والتصرف التالي للفعل اللي هو اصلا ايه من الماضي البسيط تمام كده طيب هبدأ قول ايه اي بوت اموبايل يسر دي انا اشتريت موبايل بالامس فاعل فاعل مفعول تمام طب عايز اخليها مبني المجول طبعا الفاعل اي والفاعل بوت والمفعول اموبايل طبعا يسر دي تكملها مش هقرب لها هبدأ جملة زي هروح بادي بايه اموبايل تمام طب الفاعل اي ممكن هجيبه في الاخر ما زبوكه بكلمة باي او ما تجيبوش وما فيش مشكلة تمام طيب كلمة بقى بوت اللي هي اشترى انا قلتلك من شوية هجيب قبلها وبيعك هجيب التصريف تلت منها اذا هتبقى ايه اموبايل ووز بوت يسر داي طيب مثال تاني منال منال طاط البيض في طبعا في قناة كبير تمام منال الفاعل كوكد الفاعل ويجزي اللي المفعول هبدأ باي بيجز تمام دي بيجز طيب هنا هقول طبعا اجيب قبل كوكد ووز او وير واحد يقول ليه مصر وز عشان منال مفرد تمام كلمة مظبوط لو كنت بكلم مع منال لكن هنا الجملة الجديدة اجزي بدأت بيها فبالتالي هجيب وير عشان الكلمة اللي قبلها يبقى في المجهول يا جماعة ملحوظة مهمة قوي بتغلطوا فين ووز او وير بجيبها على الس اللي جاي قبلها مش اللي كان موجود قبلها في المعلوم تمام يبقى اجزي وير كوكد ان ابيك بان تمام طيب ازاي بقى جيب جملة منفية الموضوع بسيط جدا كله هتعمله بعد ما كنت بتقول وز او وير واتصرف تالي هتقول وز انت او وير واتصرف تالي طيب نشوف فاعل زي المصدر فاكرين كنا بنفية ازاي زي ما قولنا ترميل اولاني فقال لك ايه اي دي دين تسينت ذا ايميل انا لم ارسل ايميل فين الفاعل اي الفاعل دي دين تسينت المفعول ذا ايميل هعمل ايه هروح بادئ بذا ايميل تمام طيب بعد كده هعمل ايه طبعا انا بدأت زي ايميل اللي هي المفعول هجيب الفاعل قبل ما تجيب الفاعل وتعمل اي حاجة قصر بالاول دينت ليه همستراشت بديدينت اعمل اللي اول علىها اكس كده زي ما عملت كده ليه عملت على اكس اولا ما فيش حاجة اسمها دينت تيجي فين في المقول ابدا طيب الفاعل عندي هجيب قبل اول وتصرف تالت يبقى ذا ايميل عشان كانت منفية سند الايميل لم يتم ارساله طيب مثال تاني ماما ما عملتش كيك يقول لك هبدأ باي بكيك طب وعمل ايه فاكرين اه يا مصر هعمل اشتوب ايه اشتوب كلمة تمام بس ما تنساش ان هي كانت منفية تمام هجيب بعد كده ايه قلت كيك يعني الكيكات لم يتم عملها تمام يبقى انا كده يا جماعة لما اجيب احاول مجهول من منفي المعلوم يعني احاوله الى مجهول منفي باشيل وحط او ايه تمام نكمل بعد كده طبعا هنا باقول لي ايه بقى ازاي تيجيب سؤال في المبني المجهول هشوف السؤال اللي اقول بتاع المعلوم كان بيبدأ باي ديت فاعل مصدر فاكرين برضو قلناها احنا قلنا حاكتين في المطر البسيط للمنفي والسؤال قلنا في المنفي فاعل زائد المصدر طب والسؤال ديت فاعل مصدر اذا انا لازم انا اجيب ما اجيب معادت باجيب مصدر تمام ده في المعلوم طيب مثال هل انت قمت بكتابة هذا الخطاب ديت موجودة الفاعل موجود ورأيت والمفعول اللي هو طبعا واحد يقول لي هبدأ ب خلي بالك ده انا بقول سؤال مش جملة طيب انا كنت بقوله هناك في الاول هرجع لك تاني كنت بقوله هنا ايه كنت بقولك بابدأ بايه بالمفعول بجيب بعدها وزقور قبل المفعول نرجع تاني هنا ها يقول لك ايه بقى يبقى ووز تمام المفعول اللي هو ويجبت التصريف التالت طب وديد برضو هاشتوب دد تمام هاشتوب عليه طب مثال تاني هل المصريين اخترهم الستامس اللي هي الطابع عايزة حقول لها مجهول طبعا هاشتوب دد طب المفعول فين طب المفعول ده مفرد ولا جامعة جامعة يبقى هاجيب لها رح تجايب ور في الاول ويبقى كده ويبقى كده تمام طب لو عايزة اسأل بي سؤال اللي هو بتاع عادة الاستفهام ازاي يجيب سؤال بقى عادة الاستفهام نشوف المثال الاول في المعلوم قال لك ماتا قام الصينيون بايه باختراع او اكتشاف يا ربي هنا اكتشاف اكتشاف الورق طبعا عادة الاستفهام ده يدفع المصدر زي اللي فات بالظبط بس عملت ايه بدل ما بقول ده يدفع المصدر جبت عادة استفهام ده يدفع المصدر نفس الكلام هنا بدل ما كنت بقول مفعول تصريف تالت هروح اقل عادة استفهام مفعول تصريف تالت طيب هابدأ بايه تمام بعد كده ده كلمة بابر مفعول دي ات مفرد اذا نقول وبقى كده بابر وبقى كده يعني متى تم اختراع الورق طبعا اسمها مش بيتزا تمام من اللي اخترع او مين بقى هنا اللي عمل اول بيتزا تمام يبقى يعني من الذي تم عمل البيتزا بواسطته اذا ما جبتش الفاعل ان انا بسأل عليه تمام طيب نيجي نحل اسمها على الجزء ده طبعا زي ما اتفقنا وانت بتحل وقف الفيديو حل السمها اللي قدامك على الشاشة بقى كده شغل الفيديو تاني وشوف الحل بتاعك صحة ولا غلط وكمن يعرف السبب بتاع الحل عشر الناس اللي كانت بتسأل تمام قلنا بقى السؤال ده زي ما قلت من شوية هعمل ايه في السؤال ده بقرأ ايه كلمات اللي في المربع الزغير دهوت اشوف معناه وافتكره بعد كده اقرأ القطعة مرة او اتنين بعد كده ابدأ احل وخلي بالك ان عندك فيه كلمتين زيادة لو كلمة واحدة كان الامر بسيط لكن كلمتين هو بيصعب لك الامر سنة لكن لو ركزت اجيبها كلها صح اول حاجة يقول لك ايه يعني اكتشفها يعني اصناف او انواع برضو معناها حولة ممكن تكون معناها دائري برو يعني ايه اكتشفها طيب اكبر حيوانات برية بعد الفيل هي لأيه الو الخيرتز ازاي بقوله واحد القرن يعني هزي لك هم هم موجودين في ما كانوا في افريقيا ازاي تبقى ايه واحد يقول لي هم مش هيجدوا نفسهم ده هم موجودين زندية مبنية للمجهو يبقى الحاجة رقم واحدة تبقى ايه تمام كده نمر تو يقول لك ايه يعني سنة الف تونمية خمسة وتسعين ميت حيوان هزي لك ايه مش قوله تم اختراحهم بقى ده تم اكتشافهم ازاي هم كانوا موجودين جاب لي وير فاجبت اصريف ثلاثة لوقات ايه discovered تمام ده نمبر تو بدأ جملة جديدة ال 18,000 animals exist in protected areas 18,000 نوع موجود في محمية ومحمية الطبيعية خاصة ازان هنا ابدأ جملة بتاعتي بكلمة ايه هو مش عارف رقم الضبط فبالتالي هيقول ايه حوالي ازان لك هنا المفروض هنا اعتقد ان دي غلط المفروض كان للك ايه يعني في خمس فصائل او خمس انواع زيقولهم من الراينو من اليه وحيد القرن طبعا معرض للخطر ازان تبقى ايه طبعا هنا معرض للخطر او هنا بقى ايه لتطور فصائل او انواع نجي بقى احري سؤال complete the sentence with the correct form of the words حنصح هذه الكلمة اللي بين قوسين بما بأكد بما يتناسب مع سياق العام بتاع الجملة والجرامر تمام لانه سؤال خاص بالجرامر نركز بقى number one we don't know how is the stones for the pyramids not carried توجيزة هو بولي هنا احنا مش عارفين كيف تم نقل الاحجار بتاع الاهرامات خلي بقى لك was carried غلط المفروض دي بقى ايه مفروض دي بقى where تمام ليه where عشان طبعا بتكلم على ايه على اسم جامع تمام يبقى هنا خليك الخط الانجليزي طبعا where تمام number two the statue of the sphinx تمثال ابو الهول was making like a lion he was making ازاي مفروض اخليها ايه عشان طبعا تبقى ممن المجهول تبقى was made تمام يبقى هنا was made number three the first pantheon in Rome تمام دي اسم معبد was not building يا مستر دي ممن المجهول لاني دي ات مفعول دايما لما تيجي تحل في الجرامر اسأل نفسك سؤال واحد قبل ما تحل هل الجملة بدأ بفاعل ولا مفعول لو بدأ بفاعل هتمشي في اتجاه المبني المجهول يا اما ام ازار تصريف ثلاث في المضارع يا اما اوز اول وتصريف ثلاث في الماضي يا جماعة ركز شوف اول كلمة هتبقى ايه فاعل ولا مفعول هنا بقول لي طبعا مش معقول المعبد بتاع روما اللي اسمه بان فيهم ده يبني نفسه لا دا تم بناء يبقى ازان دا ما من المجهول يبقى تبقى was built تمام number four the wild animals الحيوانات متوحشة killed two men yesterday هو الحيوانات هنا عايزوا لك هتتقتل ولا تتقتل ولا ما قالكش بواسطة شخصين لا قاترت شخصين ازان الحيوانات هنا ايه فاعل تمام بدل الحيوانات فاعل يبقى جيبها فاعل عادي يا مدرع يا ماضي بيقول لي yesterday يبقى ماضي بايه يبقى killed تمام number five their beds نقط was not made by them ده لك السرير بتاعته مش معمولة بواسطة طوم سرير جمع اذا هتتبقى وزوى لا where لا ايه مستر تمام يبقى w-e-r تمام يبقى where وطبعا هو جيب لنقط number six the mistakes were corrected the teacher اللي اخطاء تم تصحيحها بواسطة المستر هنا لو جبت الفعل في الاخر فاخر جملة المجهول هتتبقى أبلها ايه طبعا أبلها كلمة by تمام number seven who was this book written هنا اقول لك writing by هو هنا الكتاب بيكتب نفسه ولا يتم كتابته لا يتم كتابته إذا هتبقى تصرف تالتي بايه مش writing هتبقى written تمام number eight when was this museum built was وقبل مفعول يبقى أجب تصرف ايه تالتي باي built تمام number nine these trees plant by clever school boys لا في صبر الأشجار ديه بواسطة طلاب المدرسة الماهرين الصيف الماضي وأعزوا لك plant هنا مش معنىها ايه نبات معنىها يزرع أو يزرع طب هنا these trees مفعول إذا هجبها بابنى المجهول في الماضي يبقى وزق وير وتصرف تالت إذا هتبقى ايه طبعا وير عشان جامع يبقى وير تمام بعد كده أقول ايه planted مزبوط number ten the kids drive to school by their uncle yesterday الأطفال تم توصيلهم بالسيارة يعني بواسطة عامهم بالأمس إذا هنا الأطفال ديت ايه مفعول هتبقى مابنى المجهول مفرد ولا جامعة جامعة يبقى وير تمام كده وير ايه وير driving لأن كلمة drive طبعا هتبقى drove driving تمام number eleven أمريكا not discovered by Columbus in 1492 هزولين أمريكا تم اكتشافها أمريكا مفرد طبعا هتبقى ووز ودسكفر عمل فيه هتبقى discovered تمام يبقى ووز تمام طبعا هتبقى discovered طبعا discovered يعني تم اكتشافها هم بالمقو number twelve the football match was watching by many people ماتش الكورة يتم مشاهدة ولا هو يشاهد لا يتم مشاهدته إذا مجهول يبقى ووز تصريف ثالث تبقى what shit تمام number thirteen annoيز الضوضاء make by the children yes or die الضوضاء يعني زيولك يعني تم عملها بواسطة الأطفال بالأمس إذا أن الضوضاء ديت مفعول هي جملة مجهول طيب الضوضاء مفرد لجمع بحاجة يقول لجمع ولك ركز بس كلمة نوز ديت مفرد يبقى ووز والتصريف ثالث منك هيبقى طبعا made يبقى ووز تمام number fourteen هو نقط break ولك the glass off the window من اللي كسر الزجاج بتاع الشباك طبعا أنا بقول من اللي كسر إذا أنا بكلمع الفاعل إذا أنا أجيب مش هيكيب ووز ولا وربا أجيب طبعا على طول أجيب تصريف الثاني يبقى broke من الذي كسر في الماضي number fifteen يقولين هل هم تم ما إخبارهم بالأخبار بوسطتك زي هنا مفعول طبعا ما جيبش قبلها ديت أبدا في المجهور هجيب إيه يا ووز يا ووز طب هنا زي دي تاخد إيه طبعا تاخد تمام نيجي بعد كده الجزء الخاص مرضو جزء إضافي من الأسئلة عشان برضو يقوي الفهم بتاع الأسئلة دي وزي ما اتفقنا كل مرة بقول لك واقف الفيديو حل لوحدك وباقي حل معي تانا عشان ترى في لإيه الإجابة والسبب بتاع الحل تمام أول سؤال زي ما قلت كم مرة أقوله بل مرة الرابعة بقوله هوت لما نجد تحلو السؤال ده ركز أوي عشان في ناس من قصة الترميل من الأولم في السؤال ده أول حاجة يقول لك روم ليا روم طبعا عاصمة إيطاليا كايرو كايرا بلت بنا تصرف ثالث وز بلت ما بين المجهول عجيب امبرور امبراطور I read a book about the seven wonders of the world والله قرأت كتاب عن عجيب دون سبع One of the most amazing يعيزوا لك أفضل عجيبة فيهم is the Colosseum إذا هتبقى إيه طبعا أول حاجة هنا هتبقى wonders تمام لأن أحد العجيب دي تمام It was located in الكوليسيوم ده موجود فين طبعا موجود في روم عاصمة إيطاليا تمام بلت روم It not in the first century by order of that والله هنا عايزوا لك تم بنائه في القرن الأول بواسطة أوامر كذا إذا تم بنائه إذا ده مجهول يبقى إيه was built تمام طبعا بواسطة order هنا يعني أمر of the من اللي كان مسك يعني إيطاليا في الوقت ده طبعا أنت كان يبقى 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 تمام بعد كده نحل السؤال اللي بعد كده السؤال ما كانت من يكلم على إيه طبعا بيقول لك ركز في في تصليل خطأ بتاع الجنوب تمام وصح الكلمة بن قصيم بيأتوافق مع زمن الجمل تمام زكايرو طور in Egypt's capital was designing by آآ نعوم شبيب in 1956 أعتقد أن أقرأت الإسم كهي صح تمام هنا يقول لي بقى was designing ولا design طبعا يا مصر design ليه design إحنا قلنا بجيب التصريف التالي تمام أكتبنا نقطف جزء الفضل نهوات يبقى كتبنا إيه design تمام D-E-S طبعا نجي هنا silent وبقى كده إن نجي إلى ING وحط ED يبقى designed تمام يبقى هنا نمبر وان هتبقى designed لما كان هنا يعتقد يونسي بعد كده يقول لي نمبر تو our house is built during the 19th century ما زلنا بنى في القرن التساعتاشر بقى نياه في الماضي إذن إذن غلط مفرد بقى was لأنها مفرد وفي المبنى نجه نمبر ثري when did Petra named نيمد يعني سمية one of the new seven wonders of the world إنت بقى بترا مدينة بترا اللي موجودة أعتقد في الأردن أو في لبنان أو في لبنان يعني تم يعني عرفت إن هي من أحد أو تم تسميتها كأحد أو تذكرها كأحد أجائي بالدنيا السبعة طبعا إيه طبعا هنا هتبقى was لأنها مفردوا في الماضي تمام نمبر فور who was إذن تجمح نقط buy طبعا بلد هتبقى built لأنها تصرف تالت في المبنى المجهول بعد كلمة إيه بعد كلمة was هنا هتبقى built تمام نمبر سيكس the internet not invented during the 1950s والله الإنترنت يعازوا لك تم مختراعه بواسطة إيه أو خلال في الفترة يعني في إيه في الخمسينات من نقرر لليل الماضي إذن هتبقى إيه internet ديت مفرد بالتالي أجيب was والتصرف تبقى invented هاي بأزي ما هو invented هتبقى إيه was invented تمام نمبر سيفن I know I bust the exam last year الله يقول لك أنا نجحت في المتحل العام الماضي أنا هنا فاعل أنا لقمت بالفعل إذن هتبقى إيه buzzed ديتمام بالمعلوم بيأتصرف تاني نمبر ايت the great pyramid built by king خوفه عايزو لك أن الهرم الأكبر تمام بناه بواسطة خوفه طب هنا بكلم في الماضي إيبقى اجيب was ولا وير اجيب was تمام وبلد هتبقى built إيبقى نكتب من هوات ايه was تمام وإيبقى بعد كده ايه built نمبر ناين did anyone seen عمر climbing the fence هل أي أحد شاف عمر نهو بيتصلك إليه الصور مثلا يبقى هنا ديت فعل ايه على طول مصدر يبقى ايه يبقى see طبعا مش كل حاجة هتبقى وزور وتصريف تاني لما يكون فاهم الأول عشان في ناس بتحل ايه ببنى ما يقول يبقى كل حاجة وزور التصريف تاني نمبر تين most of all buildings معظم من المبنى القديمة destroyed in the last world war عايزو لك تم تدميرها يبقى ايه طبعا في الماضي يبقى لك في ايه في الحرب العالمية الأخيرة زند ماضي يبقى was او بس هنا ما بينك كتيرة يبقى جمع يبقى ايه يبقى where وروح اجيب معاها ايه destroyed تمام بعد كده نمبر 11 some valuable paintings بعد الرسومات القيمة steal from the museum last night اتسرقت من المتحف الليلة الماضية ازان الرسمات دي هتجمع تمام يبقى where we steal التصريف التلات منها هتبقى stolen تمام يبقى stolen يبقى where stolen تمام number 12 where your teacher teach you how to use the passive in your last school والله اعيز قول لك هل المدرس بتاعك علم مجازات تستخدم الباسف لما بناقول في المدرسة اخر مدرسة كنت فيها يعني تمام هنا طبعا where ما تنفحش ليه in your teacher هنا مفرد تمام بدل your teacher مفرد يبقى ايه واحد يقول له هجيب was طب ثانية واحد بعد كلمة your teacher teach ديك مصدر ولا تصريف ثالث لو تصريف ثالث يبقى كلامك صح يبقى ووز بس ديك تفعل مصدر يبقى ايه لا هجي رجع بقى للمصدر بس في المعلوم ديك تفعل مصدر يبقى تبقى تبقى طبعا دد طبعا يدينا امام number 13 الفصل يتم تنظيفه اذا تصريف ثالث يبقى ناتبه امام number 14 يبقى تصريف الثاني من كلمة ووك انها تبقى اصلا ايه اللي كان صنعها wake up الماضي منها woke up تمام يبقى تبقى وووك وكلمة طبعا اصلا مكتوب تمام ننجي بعد كده القوز الخاص اول حاجة اول حاجة قولينا يعني باعة قصة تريت التعامل تريب الفضيعة وسيء جدا يعني يعني باعة تمام ممكن يبيع هنا بقى black beauty is a buy انا ازولك ان black beauty دي قصة بواسطة الموالف بتاعتها انا ازول اذا انا تبقى باعة رقم number 2 يقول قصة عن حسان في القناة ساداشر كان حسان جميل جدا حسان كان مملوك العديد من الملاك اذا اعزو لك تم مابيع اذا اعزو اتصرف ثالث هتبقى ايه تمام طبعا في يوم الام شاف صديقة القادمة جينجر ولقى ايه طبعا يبدو عليها ايه فضيعة يبقى ايه يبقى طبعا هتبقى هنا تمام بعد كده طبعا كيف تكتهت في العمل والملاك بتوح بيعملها بسوء اذا ايه تمام فوقت هنا بيجيب لي مثلا القطع يجيب لي ايميل عايزنا اقرأه وحاول اعرف الاجابة تمام هبدأ اقرأه وفصره ونحل الاسر عليه اول حاجة يقول لك ايه الايميل طبعا معروف بيبدأ بفرصة برضو ان احنا نعرف الايميل بيتكتب ازاي الايميل بيبدأ طبعا ب اي ايميل تكتبه اي ايميل اكتبه 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 الاحيطة دي اكتبه اره اكتبه اره 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 وتبتأ تقول اي اي اره 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 دي مقدمة الايميل في الاخر بتقول ويورز وتكتب اسم اي الراسل تمام نشوف كده طبعا نتو الى روبرت اتياه دوت يعني كيف حالك والله انت سألتني طلبت مني يعني يعني اقول لك مسلا الاماكن الموجودة في مصر عشان الزيارة تزورها يعني فهيقوله والله انا اوصيك بالقرام العجبة الوحيدة من عجب الدنيا القديمة اللي ما زالت موجودة حتى الان هتعرف حاجات كتير عن تاريخ المصر The Egyptian Museum is also a good place to learn all about the things you will see at the ancient site وغلما تحفل مصر برضو مكان كويس ان تتعلم عنه او تعرف منه الاشياء اللي ممكن تشوفها في المواقع القديمة The guide can tell you a lot of interesting information about these places المرشد ده هيقول لك معلومات ممتعة عن اماكن كتيرة In Luxor في Luxor مثلا you can visit the Valley of the Kings ممكن تزور معبد او زوله ايه اللي هو العليه اه ودي الملوك and the Carnac Temple ومعبد الكرن In Aswan طب في Aswan في ايه you will like the sunny weather ممكن تتعجبك ايه التقصر المشمس and the ancient temples ومعبد القديمة if you like water sports لو بتحب العلعاب المائية you can visit هرجادا ممكن تزور غردا where you can find the best beaches ممكن تجد افضل الشباب you can try wind surfing ممكن تجرب اللي هو ركوب الامواك you can go snorkeling ممكن ايه تذهب الي زوله الغطس تحت الماء and scuba diving لتنضل رياط الغطس تحت الماء you can go to the bazaar ممكن تروح البازار in the old part of the city في المنطقة او الجزء القادم من المدينة it's a good place to buy souvenirs وده ما كان جاية تجيب منه that's scary see you soon yours Sam صدركك Sam تمام هنا بقى اول سؤال بقول لي ايه عشان تركزهم اول حاجة القطعة ديت تمام is about عن ايه طبعا يعني السؤال واضح جدا اكيد طبعا حاجات في مصر رائعة يبقى ايه wonder او Egypt Egypt's wonderful places اماكن رائعة ومزيلة في مصر number two the weather is not الهالي بالنصف عامل ايه في اسوان الطاقس اكيد طبعا مش يبقى ايه يبقى صاني تمام number three in Luxor Robert can visit والله في Luxor Robert ممكن يزور ايه فاكرين ايه اللي قلتم ممكن يزور في Luxor اه يا مصر فاكرين ايه اللي كان بيزور في Luxor طبعا بيزور المعابد يبقى ايه يبقى تمبلز تمام نجي بعد كده سؤال answer what can Robert do in here جاد يا ترى Robert كان يعني قدر يعمل ايه في الغرداء يعني عايزه لك كده يعني طيب ركز لو رجعت القطعة رجعت ديت انت تلورك كده في القطعة بالكامل تمام هداك طبعا اللي جابه بالنص هتبقى ايه ممكن اقول he can تمام اكتبها لك نهود he can try windsurfing ممكن نقرأ بليه windsurfing في الغرداء he can go snorkeling and scuba diving كمان he can go to the bazaar in the old part of the city بالنص من القطعة تمام طب number five يقول لي what is the best place to buy souvenirs افضر ما كانت تجيب منه souvenirs طبعا لها في الغرداء اللي هو ايه the old part of the town او قلت اكتباسي ده بازور تمام number six do you think that robert will enjoy his visit to egypt هل تعتقد ان روبرت من بصر من زارة المصر لقلت ايه هتقول لي why لقلت ايه هتقول why not لي لا طبعا اكيد yes لما رشل عقد ويستمتع ازاي اكيد ايه طبعا اقول ايه yes ايه طبعا استمتع بالزيارة طب لي من قلت تقول بيكوز ايجيبت has wonderful places and a nice wizard ده امحا فاهمك رائعة وكمان ايه طبعا يقول لك nice place طبعا ايه مكان وطاقس طبعا جاي جدا تمام nice wizard تمام باك اتشوز number one a lot of fossils الكثير من الحافريات from the past are preserved in the museum او in museums محفوظة فين في المتاح they are not at will اكيد طبعا محافظين علىها كويس يبقى ايه يبقى كبت تمام number two the synonym of surprise is والله مرادة في كلمة surprise هيبقى ايه طبعا amazing ولا amazing لا يا مصر amazing طب ليه بقى اصل surprise يعني شخص مندهش فبالتالي amazed هتبقى برضو شخص مندهش وما لقيم تقول amazing لو قال لي surprising لانه قولنا قبل كده ان الصفة اللي فيها اي دي بتوصف الشعور بالشي لكن الصفة اللي فيها اي دي بتوصف مسبب الشعور ده تمام number three warm is to not as large is to tiny يعني علاقة warm بايه زي علاقة large بtiny طب نشوف الكلمتين الموجودين large معنىها واسع او كبير tiny معنىها دقيق او صغير اذا علاقتهم تضاد اذا نعايز عكس كلمة warm اللي هو ايه معايا كده اذا نتبقى كلمة cool تمام number four we add the suffix بنضيف كلمة الصفة اللي هي الحرف في اخر الكلمة to change the verb differ عشان نغير الفعل differ يختلف يعني into energy نخليها مختلف يعني تمام اذا نتبقى ايه طبعا in t يبقى different مزبوط number five the antonym of ancient is والله عكس كلمة ancient هي بقى ايه طبعا عكس ancient is ancient يعني قديم جدا عكسها حاليس يبقى modern تمام number six نقط means how long something is معنىها كم طول الشيء ده يبقى اسمه طبعا length اللي هو الطول تمام نيجي بعد جده سؤال complete صحيح كلمة البنكو سين football نقط no أو هنا يعني يعرف no يعني يعرف as the most popular sport ازوي لك ان اللعبة كرة القدم تعرف بانها افضل او اشهر لعب على العالم هو كلام ده كان في الماضي لقولت was known اذا ان الكلام ده مش موجود دلوقتي لأ ده موجود دلوقتي يبقى جملة مضارع اوعة تطلق يبقى ايه is تمام known طبعا نفس الكلمة الاولانية بس بزود لها ايه بزود لها اني بس يبقى is known تعرف بي number two the oldest house in the USA اقدم منزل في امريكا build in sixteen twenty four ازا انا عايز اقول انه تم بناءه في الماضي يبقى ايه ده منزل واحد تمام يبقى was تمام build number two or number three pizza ايه زي احنا هنا اسمها pizza مش pizza بالانجلش pizza pizza is not making لأ ده هنا تم صنوعها يبقى ايه يبقى made تمام يبقى هنا يتم صنوعها بالجبنة والايه والطماط يبقى هنا تبقى كلمة made تمام بعد كده number four three people are hurt in the fires last night في الماضي منفعش اهر ما فرد بقى ايه تبقى was طب واحد يقول لي اه طب هرت طبعا هرت هنا هنا بقول لك ايه three people اوار يا ربي هنا where where ايه بقى واحد يقول لي اقول لك يا مصر where hurt لا the hurt تصريفاتها التلاتة زي بعض يبقى زي ما هي where hurt number five two windows يعني شبكين broken during yesterday's party والله الشبكين انكسرهم هم مش يكسروا نفسهم ده تم كسرهم اذا الشبكين دول جمع يبقى where ويقصر يعني ايه لو تصفتت من كلمة break طبعا broken زي ما هي يبقى هنا broken تمام يبقى where broken تمام اخر سؤال عندنا النهاردة write a paragraph of one hundred and ten اكتم مية وعشرة كلمة عن ايه a short story of black beauty لو جيت طبعا قبلنا قبل الكلام نحن نقوله لبتلات اربع صفحات كده او قبله صفحتين اقرأ القصة الموجودة عن black beauty ممكن تجيب منها عناصر وكتب باسلوبك عشان تعتمد على نفسك وراعي وانت بتكتب الاختاري الاملائية grammar mistakes اختاري grammar سيب مسافة من الكلمات خطك واضح ومشطفش ان شاء الله تاخد درجة كاملة احنا كده وصلنا الاخر حاليات من الهاردة رجاءا لو عجبك الفيديو بتنساش تعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته